السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أهلا بكم طلاب مدارس معالم التربية القسم الابتدائي الصف السادس الابتدائي ومع مادة اللغة العربية نستكمل ما توقفنا عنده في المرة الماضية بعنوان بنية نص التلخيص أول شيء الراجع ما أخذناه في المرة الماضية ثم نستكمل الدرس أخذنا في المرة الماضية معنى التلخيص وخصائص التلخيص وكيف أكتب التلخيص نراجع مع بعض يا شباب قلنا بأن التلخيص هو تركيز على الأفكار الرئيسية في نص ما إننا أجمع الأفكار الرئيسية في النص وأكتبها بشكل منظم هذا معنى التلخيص خصائص التلخيص قلنا للتلخيص بعض الخصائص منها أن يتضمن التلخيص على الأفكار الرئيسية للنص الأصلي فلابد للتلخيص أن يتضمن أفكار الرئيسية الموجودة في النص الأصلي كذلك لابد أن يكون أصغر حجما من النص الأصلي ولابد أن يخلو من الألفاظ المكررة والتشبيهات والصفات غير ضرورية والأمثلة التوضيحية والشواهد وغيرها كذلك فإن جمل التلخيص لابد أن تختلف عن جمل النص الأصلي لأنها تكتب بأسلوب الذي يقوم بالتلخيص وأن هناك طريقتين لكتابة التلخيص نحتاج إليهما أو نستخدمهم الطريقة الأولى تسمى طريقة التسميع الذاتي تعتمد على أن تقرأ النص بتركيز ثم تحط إيدك تغطي النص ثم تسمع لنفسك الأفكار الرئيسية التي تفهمتها من النص ثم تكتب هذه الأفكار وتلخصها بأسلوب جميل وتحاول أن تتعدلها وترتبها الطريقة الثانية تسمى طريقة ربط الأفكار الأساسية طريقة ربط الأفكار الأساسية وهذه الطريقة تعتمد على أن أنت بتقسم النص إلى فقرات فقرتين ثلاث فقرات أربع فقرات ثم تأخذ فكرة رئيسية من كل فقرة من دول هتكتب فكرة رئيسية ولو محتاجة لتفاصيل دقيقة تحتها تكتبها ثم تربط هذه الأفكار مع بعض بأدوات ربط مناسبة لتحصل على تلخيص مناسب وبكده هذا التلخيص اللي خدناه في المرة الماضية اليوم إن شاء الله هنتعلم كتابة التلخيص افتح معايا نص التواصل اللغوي افتح صفحة 187 كتابة التلخيص يقول أتواصل كتابيا أقرأ الفقرة الأصلية وتلخيصها وأسترجع خصائص نص التلخيص الفقرة الأساسية أو الفقرة الأصلية عندي تقول تركز رؤية عشرين ثلاثين على ثلاثة محاور رئيسية وهي اقتصاد مزدهر مجتمع حيوي ووطن طموح ويحقق المحور الثاني الذي يعنى بالمجتمع أهدافا عديدة منها التقدم في رأس المال الاجتماعي والوصول إلى مركز عشرة بدلا من المركز 26 أن تزيد نسبة الأشخاص الممارسين للذياضة بشكل إسبوعي 40% بدلا من 13% زيادة المواقع الأثرية التي يتم توثيقها في اليونسكو إلى الضع نقطة الأخيرة زيادة طاقة الحرم المكي الشريف ليصل عدد المعتمرين إلى 30 مليون معتمر بدلا من 8 مليون معتمر هذه يا شباب هي الفقرة الأساسية هذه هي الفقرة الأساسية أو الفقرة الأصلية ويحتاج مني ويحتاج مني إلى تلخيص هذه الفقرة طيب كيف لي أن ألخصها؟ قلنا أول شيء يا شباب لا بد أولا أن أنا أعتمد على الأفكار الرئيسية في كل فقرة الفقرة الأولى تركز رؤية 2030 على ثلاثة محاول رئيسية اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح جميل؟ هذه الفقرة الأولى ويحق المحور الثاني الذي يعني بالمجتمع أدافا عديدة منها الفقرة هذه لو حبت أن أنا ألخصها هنقول تركز رؤية 2030 على ثلاث محاول اقتصاد مزدهر مجتمع حيوي ووطن طموح كده نكون لخصنا الفقرة الأولى ويحقق المحور الثاني أهدافا منها أول واحدة التقدم في رأس المال الاجتماعي والوصول إلى مركز 10 بدل من المركز 26 دي ممكن نلخصها نقول التقدم في رأس المال الاجتماعي فقط التقدم في رأس المال الاجتماعي الثانية الله أكبر الله أن تزيد نسبة الأشخاص الممارسين للرياضة بشكل أسبوعي 40% بدلا من 13 يبقى هنقوله أن زيادة نسبة الأشخاص زيادة ممارسة الرياضة زيادة ممارسة له زيادة المواقع الأثرية التي يتم توثيقها في اليونسك أولو زيادة المواقع له الأثري بعد كده زيادة طاقة الحرم المكي الشريف ليصل عدد المعتمارين إلى 30 مليون معتمارين بدلا من هنقول زيادته توسعة الحرم المكي الشريف توسعة الحرم المكي وبكده يبقى التلخيص تركز رؤية 2030 على ثلاثة محاور وهي اقتصاد مزدهر مجتمع حيوي ووطن طموح والمحور الاجتماعي يحقق أهدافا منها التقدم في رأس المال الاجتماعي زيادة ممارسة الرياضة زيادة المواقع الأثرية وتوسعة الحرم المكي الشريف وكده نكون كتبنا أو لخصنا الفقرة ندخل على فقرة تالية صفحة 188 يقول الفقرة الأصلية يحكى أن تاجرا ورث دارا عن أبيه فكان يحبها كثيرا يحكى أن تاجرا ورث دارا عن أبيه فكان يحبها كثيرا ويحافظ عليها ولم يفكر يوما في بيعها أو هجرها فلما كسدت تجارته وتراكمت عليه الديون عرضها للبيع وحدد مبلغا كبيرا من المال ثمنا لها استكثر المشترون الثمن المطلوب وقالوا له إن دارك لا تساوي إلا بضعة آلاف من الدنانير فلما تطلب هذا المبلغ ثمنا لها قال التاجر أبيع داري ببضعة آلاف من الدنانير والباقي ثمنا للجيرة الغالية فبالجيران تغلو الديار وترخص والجار الطيب لا يقدر بثمني ولكني مضطر إلى البيع وبلغ هذا الخبر جاره فذهب إليه وأعطاه ما يكفيه من المال لسداد ديونه وقال له لا تبع دارك ولا تنتقل من جواري فقرة هذه يا شباب الفقرة الأصلية نريد أن نستخرج منها الأفكار الرئيسية ونلخصها فيما لا يزيد مثلا عن أربع أو خمسة أسطر حيث يكون عدد الأسطر في التلخيص أقل من الفقرة الأصلية يلا الفقرة الأولى يحكى أن تاجيرا ورث دارا عن أبيه كان يحبها ويحافظ عليها كثيرا لم يفكر يوما في بيعها أو هجرها فلما كسدت تجارات وتركمت عليه الديون أعرضها للبيع وحدد لها مبلغا كبيرا من ينخص للفقرة دي في عدد قليل من الجمل يلا أحسن تنقولوا إيه ورث تاجر دارا عن أبيه فكان يحافظ عليها ولا يفكر في بيعها فلما كسدت تجارات وتركمت الديون أعرضها للبيع بثمان كبير بعد كده نرجع للنص الأصلي استكثر المشترون الثمن المطلب وقالوا له إن دارك لا تساوي إلا بضعة آلاف فلم تطلب هذا المبلغ ثمنا لها هنا ممكن نقول إيه لخص لخص استكثر المشترون الثمن بس قال التاجر أبيع داري ببضعة آلاف من الدنانير والباقي ثمنا للجيرة الغالية فبالجيران تغلو الديار وترخصه والجار الطيب كذا 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 لين الآخر الفقرة يبقى هنا يقولوا إيه استكثر المشترون الثمن تمام فقال التاجر أبيع داري ببضعة آلاف والباقي ثمنا للجيرة تمام بعد كذا بلغ الجيران هذا الجار خبر فذهب إليه وأعطاه ما يكفيه ونلخصا أولو فلما بلغ هذا الخبر جاراه أعطاه ما يكفيه لسداد دينه وبكذا تكون الفقرة كاملة في التلخيص ورث تاجر دارا عن أبيه فكان يحافظ عليها ولا يفكر في بيعها فلما كسدت تجارته وتراكمت ديونه عرضها للبيع بثمن كبير استكثرت مشترون الثمن فقال التاجر أبيع داري ببضعة آلاف والباقي ثمنا للجيرة فلما بلغ هذا الخبر جاراه أعطاه ما يكفيه لسداد دينه وبكذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أرجو أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم وعرفتم كيفية التلخيص وإن شاء الله على وعد باللقاء بكم في المرة القادمة قلوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر